بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت سيرتين كاتوفس اوفيس لاب رينفورشمنت بنتكلم هنا على تفاصيل الحديد اللي موجودة في البلطات الخرصانية طبعا احنا بنحط الرينفورشمنت في الاماكن اللي بيبقى فيها بيندينج مومنت يعني بيبقى البوستف مومنت وده النيجاتف مومنت يبقى بالتالي هحتاج حديد هنا اللي احنا شايفينه دوت الحديد ده الهدف منه مقاومة العزوم السالبة عند الساب بورد طيب طول السيخ دوت كام مينمم طول السيخ دوت لازم يساوي من الطرفين على الاقل اللي هو الدي الدي اللي هو الديفيلوبمنت لينز طيب السيخ دوت بيساوي كام بيدخل في الاسبانز الموجودة الاسبانز المتجورة مسافة 3 من 10 اللي واحد او 3 من 10 اللي اتنين بناخد القيمة الاكبر فيهم احيانا لما يبقى الحديد عند كتير في جزء منه حاخده طويل والجزء التاني بيبقى اقصر شوية بمعنى ان ده بيدخل تلت البحر والجزء القصير ده الى الاربعة الهدف من الموضوع دوت ان احنا نقلل الكوست بتاعة الحديد لان انا عندي السيكشن ده الماكسيمم مومنت كل ما بتبعد عن الساببورت قيمة المومنت بتقل وبالتالي انا مش محتاج الكمية الكلية بتاعة الحديد نفس الكلام بالنسبة للحديد البوستف الحديد البوستف دوت اللي هو موجود علشان يغطي المومنت اللي عندي اللي هو البوستف مومنت فبنقول ان السيخ بيمتد الى الساببورت وبيمتد داخل الساببورت مسافة 6 انش على الاقل 6 انش ده بعدد الاسياخ هنا انا برضو ممكن اقلل الكوست بتاعة الحديد شوية ان انا افرض عندي هنا 6 اسياخ ممكن يبقوا فيه 3 مستمرين وفيه 3 عملت لهم كطف ليه علشان نوفر فيه كمية الحديد لان زي ما احنا شايفين ان الماكسيمم مومنت موجود في النص كل ما ببعد عن الماكسيمم مومنت بتقل وبالتالي انا مش محتاج الكمية الكلية دي انا ممكن ابقى محتاج نص الحديد اللي هو اريا ستيل على اتنين اللي هو امن الممتابعة لYY من السوق ها ستلمقوا في شлект اشتركوا في القناة